من ضمن المسائل المحيرة جداً خلاص الزوجين بينفصلوا يقولوا للعيال إيه ويقول لهم إزاي تساؤل محير جداً عند الناس المحترمة اللي عيالها بالنسبة لهم ليهم حق مني أدمين وأرواح قد يفقدوا الثقة في الحياة كلها وفي الجواز وفي الاستقرار وفي فكرة الأبوة وفي فكرة الأمومة وفي فكرة الحب فعملين حسابهم لأن سيدنا النبي قال كلكم راعي صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته وسيدنا النبي قال إن لأهلك عليك حقاً فلا هو عيالي إيه بقى مش مهم وهي لازم أعلمها وربيها تبقوا العيال اللي شايفة الكلام ده أو هي مثلا تستعدي عليه أهلها والعيال يشوف أموهم بتهين الراجل فأنا أعت أو سألت بعض المتخصصين عشان أعرف إيه اللي بيتعمل بالزبط وحبيت نقل لكم الموضوع ده هم قالوا طبعاً لو كبار يعني في الجامعة بقى أو متخرجين أو أي أن كان بنجيبهم ونكلمهم إزاي إن إحنا عايزين نحافظ على الإحترام والود ما بيننا وده ما بقاش ينفع تحت سقف واحد وبنقول لهم الأسباب لأن الكبار ما ينفعش تبع لهم أسباب كده إيه يعني هشة ستقول إحنا نطلق عشان كذا عشان يدرك إن أنت صادق معاه وأهم حاجة تتفقوا معاهم بعد ما تطلقوا إزاي العيش هتبقى بعد كده عشان يتطمنوا الكبار دول إن هم فيه استقرار في حياتكم لأن في السن ده الكبار بيبقوا عايزين يتطمنوا على أهليهم هيكملوا حياتهم إزاي بالذات لو الشباب خلاص بقى انطلق في حياته وبيتجوز عشان برضو ما يفقدوش الثقة في التربط الأساني مش كليه في الصغارين عيال الصغارة بقى خمس ست سنين وعشر سنين وابتدائي والكلام ده خلينا نتكلم على الشباب الأطفال اللي في ابتدائي مهم جدا جدا إنك إنت ما تقولش للعيال إن إحنا هنتطلق إلا لما تكونوا قررتم مش هنتطلق وبعدين بكرة هنتصالحنا الموضوع مش هش للدرجات دي لو خلاص هتطلقوا خلاص لازم قاعدة مقدسة على الصفرة مع بعض كلنا إلا إذا كان فيهم طفل عنده انهيار شديد لازم نعالجه الأول على جنبه ونقوله وبعدين نجيبه نوعد عشان ما يبوضناش القاعدة لكن لو اتنين تلاتة عيال كده في ابتدائي مثلا ولا حاجة أكبر شوية أصغر شوية يتقعدوا كده بس لما ناخد القرار خلاص على مفصل وبعدين مهم جدا جدا الوضوح في المستقبل يا أولاد إحنا فعلا بنحب بعض أو على الأقل كنا بنحب بعض بس مش عارفين نتعامل مع بعض لكن عايزينكم تتطمنوا هتعيشوا في البيت الفلاني مع ماما ولا مع بابا هنشوفكم بالطريقة الفلانية لأن الولاد بالنسبة لهم اتطلق يعني الانهيار هيترموا في الشارع العيال بتفكر بالعاطفة وبس فلازم أهم حاجة يتقلهم المستقبل القريب هيمشي إزاي والمتخصصين بيقولوا يا ريت العيال تبقى قاعدة في مكانها عشان ما يحسوش بتغيرات كبيرة أهم حاجة تحكي لهم بكرة هيحصل إيه السنة اللي جاي هيحصل إيه والقاعدين فين وهنشوفكم إزاي وهنصرف عليكم إزاي عشان ما تنهرش الحياة قدام العيال قال لك كمان مهم جدا تقنع الولاد أني مش هما السبب لأن ياما شافوا بابا وماما بيتخلقوا على المدارس وعالفلوس وعاللبس حياة مش مستقرة قدت للطلاق في الآخر والله مش انتوا السبب إحنا اللي مختلفين مع بعض عشان العيال ما تعيش بالذنب إحنا بسبب نحنا بابا وماما اتطلقوا اللي عيال تعيش بجرح رهيب فلازم تقنعوه من انتوا مش السبب تعال بكالي الناس تعرف ربنا مش ناس بتستخدم العيال كعصاية يتضرب بيها الطرف التاني مش مهم العصاية تكسر من ضمن الحاجات اللي تتقال احتواء مشاعر الغضب العالم ممكن تبقى متعصبه أن انتوا إزاي ما قدرتوش تديروا البيت انتوا السبب في أننا دلوقتي بنعيط يا بابا وماما لازم تحتوى المشاعر دي ومشاعر الإحباط أن احنا مش هنعيش في أسرة متربطة بنصحة كل اليوم الصبح نبوس بابا وماما في غضب وإحباط لازم يتم احتواء هذه المشاعر وأننا مصدق وفاهم وعارف أنت حاسس بإيه لكن احنا لازم نعمل كده عشان نحافظ عليكم ونحافظ على بعض ومنغلطش في بعض أكتر ومهم جدا 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 يتجاوب على كل التساؤلات لأن عادة تسأل هنعمل إيه الفترة اللي جاية وهتعيشوا مع بعض ولا الطلاق ده يعني تتخنقوا مثلا تضربوا بعض مرة بنتي كنا في حتة كده فعرفت أن في اتنين معينين في المجتمع القريب مننا منفصلين جايز يتقابلوا في المجتمع ده قلت لي بابا هم فلان وفلان لما يشوفوا بعض درابوا بعض في الشارع بنتي صغيرة لسه في البداء متخيلا اللي بيتطلقوا دول لو شافوا بعض في الشارع درابوا بعض ببوكسات فهي تخيل بقى لو هي صاحبة بعيدا يا رب عننا يا رب خيلوا يا صاحبة التجربة دي فتسأل هتعاملوا إيه مع بعض وهنتكلم إزاي والتليفونات وهنتقابل ولا لأ وفي عزوما هنروح لجدو ولا لأ في الويك اندو هيبقى فيه أسئلة زي دي لازم يتجاوب على ده كله كل ده بيعمل إيه يا جماعة بيعمل أقل قدر من التحطم عند الولاد في ثقتهم بفكرة الحياة والجواز والبيت والحب لأن العيال دي بعد كام سنة هتكبر وتخش في قصص حب عشان تتجوز وممكن يبقى عندهم من ورف ظهرهم طعمة كده عملت نقل دم أو حصل هزة بس وثقوا في فكرة الجواز والحب آه هزة من هزة الحياة لكن لا إحنا ممكن ننجح إحنا حتى لو بابا وماما ما نجحوش في البيت بس نجحوا كاتنين بيحترموا بعض يا ريت تسمعوا الفاصل ده تاني لأن قلت فيه نقاط مهمة جدا جدا ويارب تكون فيها خلاصة ريح بالي كل حاجة ترجمة نانسي قنقر